السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمة بصراحة البداية لم أخطط لها لم أستيقظ في ذلك اليوم وأنا أنوي خوض تجربة جديدة ولم أكن أفكر في نظام غذائي أو خطة طويلة كل ما في الأمر أنني وصلت إلى لحظة شعرت فيها بأن الإيقاع الذي أعيش عليه لم يعد يشبهني تعد بطريقة غريبة ليس إرهاق واضح إنما شعور خفيف خافت يتكرر كل يوم وكأنه يطلب مني التوقف لحظة وإعادة النظر لم تكن هناك أزمة ولا قرار كبير كان مجرد إحساس بأن جسمي يهمس ويقول خفف عني قليلاً أعد ترتيب يومك منحني مساحة أستطيع أن أتنفس فيها في تلك اللحظة الصغيرة التي يمر عليها كثيرون دون أن يلتفتوا لها بدأت الفكرة لم أقل لنفسي سأجرب ستة أشهر ولا حتى أسبوع كانت مجرد خطوة خطوة واحدة بدون توقعات وبدون أهداف بعيدة قلت في نفسي أريد أن أرى ماذا سيحدث لو غيرت شيئاً واحداً في يومي وهكذا بدأت الحكاية لا بخطة ولا بتحدي بل بشعور بسيط كان يبحث عن ترتيب جديد للحياة بصراحة الفضول هو الذي قادني إلى التجربة لم أدخل هذه الرحلة بنية خوض نظام غذائي ولا رغبة في اختبار قدرتي على التحمل المسألة كانت أبسط بكثير وربما في الوقت نفسه أعمق بكثير كنت أشعر أن أيامي تسير بسرعة لا تمنحني فرصة للتوقف عادات تتكرر تفاصيل تتزاحم ومن هنا جاء ذلك الفضول الهادئ ماذا لو قللت شيئاً من ضجيج يومي ليس قراراً كبيراً مجرد تجربة صغيرة لمعرفة كيف يتفاعل جسدي وذهني ومزاجي لم أكن أتوقع أن اختيار توقيت واحد للطعام قد يغير أي شيء لكن الفضول كان أقوى من كل التوقعات الأيام الأولى لم تكن معركة مع الجوع كما يتوقع البعض كانت معركة مع العادة فجأة اكتشفت أن الجسد لا يطلب الطعام دائماً لكن العقل هو الذي يخاف من التغيير باليوم الأول كنت أظن أن الأمر بسيط ثم ظهرت في داخلي تلك الأسئلة التي لا يسمعها أحد سوى هل قراري منطقي؟ هل أنا قادر فعلاً على الاستمرار؟ لماذا أشعر بهذا التوتر رغم أني لست جائعاً؟ كان هناك شيء غريب ليست مشكلة في الأكل بل في الإيقاع الذي تعودت عليه لسنوات بعد أسبوعين تقريباً بدأت ألاحظ انتقال خفيف لكنه واضح لم يعد الجوع يقرع الباب كل ساعة ولم تعود الأفكار تركض خلف أي لقمة طعامية مع مرور الأيام بدأ الجسم والعقل ينسى جيمان مع الإيقاع الجديد النوم أصبح أعمق وكأن الليل أصبح ملاذ أكثر بدوءاً التركيز ارتفع بطريقة لطيفة وواضحة حتى الحركة اليومية أصبحت أخف كأن جسدي يتعلم كيف يتصرف بكفاءة أكبر لكن لم يكن كل شيء سلس تماماً الطاقة كانت تتقلب أحياناً ثم تعود لتستقرر تدريجياً أما الجانب الاجتماعي فقد ظهر تحدي آخر أسئلة من الآخرين منظرات استغراض لحظات شعرت فيها أنني مضطر لتوضيح أو تعديل مواعيد وجبتي مرت أشهر ومع اعتراض الشهر السادس بدأت الصورة تتضح أمامي شيئاً فشيئاً أدركت ماذا ربحت شعور الخفة في الحركة استقرار الطاقة ونظرة أعمق لجسدي وطريقة تفاعله مع الطعم وأدركت أيضاً ما خسرته بعض المواعيد الاجتماعية لم تعد كما كانت وحاشتي أحياناً لتوضيح أو تعديل أوقات وجبتي مع مرور الوقت أدركت أن هذه التجربة تتجاوز مجرد الطعام تفتح نافذي على فهم نفسي بشكل أعمق تعلمت كيف نأكل ولماذا نأكل ومتى نأكل كيف أسمح لنفسي بالتراجع أحياناً بدون شعور بالذنب كيف أجد القوة لأنهض من جديد بعد أي تراجع كان تأثير هذه الدروس يبقى معي حتى بعد انتهاء كل يوم كانت تعلمني أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل من فهم الإيقاع الذي يناسبني أنا وليس ما يفرضه العالم أو العادة بالتأكيد هذه ليست توصية ولا دعوة لتجربة شيئ ما أنا لا أوصي بذلك بل مجرد قراءة لما مررت به خلال رحلتي لاحظت أن هناك أشخاص قد يجدون هذا الإيقاع مناسب لهم من يبحث عن بساطة في يومه بدون تعقيد مستمر من يريد مساحة أكبر للتركيز والطاقة الذهنية من يستطيع الاستماع إلى جسده وفهم علاماته دون توتر مستمر وبالمقابل هناك من قد يتضرر من هذه التجربة من يعاني من اضطرابات غذائية أو مشاكل بسكر الدم من لديه نشاط بدني شديد لا يسمح له بتناول وجبة واحدة في اليوم من لا يستطيع التكيف مع مواعيد ولا يملك الصبر لتأقلهم التدريجي بعد ستة أشهر وصلت إلى نقطة تأمل صادقة وربما تسألني لماذا استمرت كل هذه الفترة الجواب بسيط الفضول والشعور بالتحسن الداخلي خفة الحركة صفاء العقل وتناغم أكثر مع جسدي لكنني توقفت عندما شعرت أن التجربة أصبحت محدودة القيمة إذا تحولت إلى روتين صارم إذا كانت هناك فكرة واحدة أود أن أتركها معكم فهي هذه التغيير الحقيقي لا يكمن في وجبة واحدة ولا في أي نظام محدد بل يكمن في العلاقة التي نبنيها مع أجسادنا ومع عاداتنا اليومية وصلت معي إلى هنا وربما تتساءل ما هو اسم هذه التجربة بالضبط أقومت به خلال ستة أشهر كان تجربة OMAD يعني تناول وجبة واحدة فقط يومياً مع عدم تحديد نوع الطعام بدقة بل التركيز على توقيت الوجبة فقط بعد خوض هذه التجربة أجريت بعض التحاليل المخضرية الروتينية لمتابعة تأثيرها على الجسدي كانت النتائج إيجابية ومشجعة نزول الوزن ثم البدء بالاستقرار بعد حسارة في الدهون الزائدة هو خاصة حول البطن مستويات الطاقة صارت أكثر ثباتاً إلى اليوم الهضم تحسن ولم تعد هناك انتفاخات مزعجة نتائج بحوصات الدم كانت ضمن النطاق الطبيعي ولم ألاحظ أي نقص لذائي مهم طبعاً أنا لست مدخن ولا أشرب الكحول وأمارس الرياضة وأيضاً المشي يومياً ومنذ سنوات عديدة لا أتناول السكر الأبيض المكرر ولا الزيوت المهدرجة وأتناول النشويات والكربوهايدريت باعتداد وبالرغم من أنني توقفت بعد ستة أشهر إلا أن الدروس والعادات التي اكتسبتها ستبقى معي دائماً وهذا هو الهدف الحقيقي من أي تجربة ليس النظام نفسه بل الوعي الذي نصنعه بأنفسنا أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعاً وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو دروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المدين شكراً لفريق الإعداد في قناتي وأحص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتور أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سوياً كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائد والخير عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته